تنتزيم قيادات الإطار التنسيقي عقد اجتماعا في قصر السلام برعاية الرئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد قال مصدر مطلع أن رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد سيرعى مساء اليوم اجتماعا لقيادات الإطار التنسيقي في قصر السلام ببغداد لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة العراقية أضف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الاجتماع يأتي لمناقشة ملف انتخاب رئيس البرمان والإسراعي بحسمه وملف إغلاق مخيمات النازحين نهاية الشهر الحالي والوضع الأمني في بغداد بعد سلسلة الهجمات التي تعرضت لها مطاعم وشركات أمريكية